موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بحضراتكم جميعا النهاردة عندي مجموعة من الملفات المهمة استعدادات مصر لاستقبال ضيوفها إلا يحضروا قمة الكوميسة اللي بتنعاقد في مصر بعد غياب دامة أكثر من عشرين عاما والوضع في السودان وضع في ليبيا وضع في أثيوبيا هذه الملفات الثلاثة التي نهتم بها بشكل يومي لأنها مرتبطة بالأمن القومي المصري بشكل كبير أيضا الجديد في مسألة إنشطار جامعة الإخوان إلى أكثر من جماعة وطردهم شر طردة من الأراضي الأوروبية عندنا هذا الملف إن شاء الله هنتبعه بمزيد من التفاصيل أيضا الهجمات المتتالية على الدولة المصرية على الجيش المصري على الرئاسة المصرية على المواطن المصري على الإعلام المصري أتصور إن هو عرض مستمر لن ينتهي مهما حدث ومهما جرى لأن هذه وظيفة البعض يرتزق منها على الدوام ملف بكلام فارغ بيتقال على مصر في الصحف الممولة من تنظيمات ومنظمات بتدعي أنها حقوقية لكنها بتستهدف الهجوم على الدولة المصرية خلناه لحضراتكم إنه قبل ما أبدأ في الحلة وأنا لا يعني لم أكن أبدا أريد أن أتحدث في أي أمر يرتبط بشخصي لأنه لا يجوز ولا يصح يعني إعلاميا أو مهنيا إنه أتحدث عن أمر شخصي لكن الحقيقة إنه وجهت منذ قليل مشكلة ربما هي رسالة هذه الرسالة تحتاج مننا إلى قول كلمة حق أنا أسكن هنا في الشيخ زايد تابع مدينة 6 أكتوبر والمكان اللي بسكن فيه جنبه مشروع زد هذا المشروع الكبير الضخم اللي الدولة وفقت للمستثمر نجيب سوارس عليه والدليل إنه الدكتور مصطفى مدبولي رح يفتتاح تجريبي أو ما شابه لهذا لهذا المشروع لكن هذا أمر والممارسات على الأرض أمر آخر يعني إن كان هناك موافقة من الدولة لإقامة هذا المشروع الضخم وهذه الأبراج الضخمة العملاقة التي غيرت من طبيعة منطقة الشيخ زايد والأول مرة بنجد هذه الأبراج اللي بترتفع هذه الارتفاعات 20 دور وأكتر من 20 دور في أبراج ربما بتغير من طبيعة المكان وبترفع من نسبة الزيادة السكانية والازدحام ومن ثم التلوث وأنا لأصدقاء كثيرين بيفكروا جديا بعد تشغيل زد إنه هتكون ما فيش فرق بين اكتوبر بين الشيخ زايد وهذه المنطقة وبين مدينة نصر في المنطقة المزدحمة الآن لكن كل هذا ربما بيمر وإحنا بننظر إلى الأمور أنا شخصيا منظر الأمور نظرة شاملة ربما هذا بيفتح بيوت ناس وهذا استثمار وإلى آخر ونتحمل لكن أن يكون هناك هذا الشكل غير المقبول والممارسات غير المقبولة على الإطلاق بتنافي وتتنافى مع مجموعة القيم المصرية إيه الموضوع باختصار شديد فيه قدام مشروع زد شغالين طبعا عربيات ونقلات وحافلات مواد البناء نقلها بشكل يومي على مدار الـ 24 ساعة وأنا بقول هذا الكلام وده رسالة مني إلى رئيس معرفش مين يعني رئيس حي الشيخ زايد ولا رئيس مدينة رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد بشكل مباشر في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وصوتي صوت مواطن بيئن من سير مركبات نقل مواد البناء في الطريق العكسي بيمشوا عكسي وسيارات أو شاحنات اللي بتشيل زلط ورمل وأسمنط وحديد بتمشي بسرعة جنونية في مكان المفروض غير مخصص لسير عربيات النقل بيمشي عكسي وبسرعة جنونية وشايل مواد البناء يجي زلط يجي طوب يجي رمل يجي يخش في حوادث حصلت في هذا المكان لأنه لا ضابط ولا رابط ولا في تواجد لأي حد يقدر يقول للغلطان انت غلطان أنا بقول ده بشكل واضح وأنا آسف جدا أني بتكلم على حاجة قد تلمس يعني مصلحة شخصية لكن أنا شوفت بعيني أكثر من مرة أكثر من مرة وحوادث لأنه العربيات بتمشي عكسي أكلم مين كل الناس اللي بتكلمهم بيردوا عليك من ترطيف مناخيرهم زي ما بيقولوا في حلم الاستعلاء الشديدة للناس القائمين على الموضوع فأنا بقول طالما أنا اتكلمت فخلينا اتكلم بقى على الموضوع كله لأنه مشروع زد أصلا عبارة عن حالة نشاز داخل الشيخ زايد اتنين مشروع العربيات العكسي أعتقد أنه مركز أو نقطة شرطة زايد واحد واثنين ناس محترمين أعتقد هيبقى فيه دور لمتابعة سير السايرات عكسي اللي هي بتشتغل وبتخدم على مشروع زد طالما احنا مش قادرين نوصل ونتكلم ونتسمع صوتنا فيه هذا المشروع أنا بتكلم على زد الشيخ زايد تحديدا لكن أنا ساكن جنبي زد وأنا بقول بشكل واضح جدا أنا أنا جاي في حالة صداع شديد لأني مش عارف أنا كل يوم بالليل حفلات صاخبة كل يوم حفلات ما تعرفش حفلة ببنسبة ايه حفلات راقصة صاخبة زي الأغاني بتالي المهرجانات بسمعوها وتشوفوها والحاجات دي بشكل ما فيش حد ما فيش حد يقدر يتحمل في بيته هذا الشكل ما أعتقدش أن الدولة والجهاز والناس بيقولوا أنه أنا أبقى في بيتي مش عارف أنا 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 أبقى في بيتي كل يوم ألعاب نارية وأكن في حرب أنا بقوم مفزوعة ما تخيل أن أنا في حالة حرب يعني بفتكر أن أنا موجود في داعش ولا في أي مكان من هذه الأماكن كل يوم صاخب إما ألعاب نارية وإما حفلات صاخبة راقصة مش عايز أقول حاجة تاني لغاية أوقات متأخرة من الليل لحد عارف يذاكر ولحد عارف المريض أعتقد أنه يعني عيب يعني أنتش عارفت تعيش في بيوتها فأنا بسأل اللي بقول أنا أما أنا قاعد في بيت في الشيخ زايد وأنا كل يوم لا عارف أنام ولا عارف أقرأ ولا عارف أذاكر ولا عارف أتكلم ولا عارف أتكلم والمريض مش عارف يشعر بلحظة راحة في نفس الوقت وانت ماشي بالعربيات بتاعتك أو ماشي بوسيلة المواصلات تجد العربيات النقل اللي تيجي في وشك بمنتهى البجاحة والوقاحة دون ضابط أو رابط أو خوف من القانون متحسنين أنه هو المشروع بتاع رجل الأعمال نجيب سويرس أعتقد أنه ده كلام لابد من وقفة ليه لأنه كمان وانا جاي في الطريق لقيت في أطفال كتير في مدرسة على في وش زد مدرسة أطفال مدرسة مدرسة لغاتي يعني اسمها مش بقول أسرار المدرسة والأولاد راحين جايين وقاليهم بقى الموضوع مرعب الموضوع بقى مرعب أنا بقول أنه ده آهو ده معلش يعني لو فيه صوت يا براهيم عندك والله لأنه يا جماعة بالليل ده دي أوقات بالليل متأخرة من الليل بعد منتصف الليل بعد منتصف الليل ده يعني تخيل بقى الصوت والدوشة لا أعتقد أنه ده لا يرضي أحد وده أنا بكلم يعني الوزارة الداخلية في الشيخ زايد أنه إحنا مش عارفين نعيش مش عارفين نتحرك بأمان لا بوسيلة مواصلات ولا في أماكننا ولا في بيوتنا في المكان المحيط بزد وأنا بقول تاني اللي عايز يبني ويشتغل يحترم القانون ويحترم الناس بقول كمان أنه في ركن آخر من أركان زد بلاقي فيه أطفال كتير جدا 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 معربيات موجودة كتير جدا من أكتر من مكان باسأل إيه قالوا دول جانين يعملوا اختبارات لنادي زد يعني العائل قاعدين في الشارع في الأرض بشكل بشع جدا 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 أنت عندك مشروع بتجيب لعبين أو بتنتقل لعبين أو بتستثمر في لعبين وفر مكان انتظار العربيات وسيلة أدمية لاستقبال اللي أولاد وأهليهم والعربيات اللي جايباهم ألاقي جانب من جوانب مشروع زد اللي أولاد قاعدين بتوع الكورة اللي هما الصغارين قاعدين زي المتسولين للآسف الشديد قدام النادي أو قدام المشروع قدام المكان بشكل لا يليق لا بالأطفال ولا بالمشروع ولا بشكل البلد والناحية تاني الأطفال بتوع المدرسة بتوع انفينتي والموضوع التالت العربيات اللي تمشي عكسي شايلة مواد بناء بالليل أو بالنهار بشكل مش طبيعي واعتقد ان اللي بيحصل بالليل كل دا كوم واللي بيحصل بالليل من حفلات صاخبة حتى أوقات متأخرة حتى أوقات الصباح بأصوات رديئة لبعض الفنانين الرديئين اعتقد انه انا مش زنبي كمواطن ان انا عيش في مكان مش عارف اعيش فيه اعتقد لا تقبل الدولة ولا يقبل عاقل ولا يقبل انسان منصف انه كل هؤلاء الناس اللي عايشين اللي بيشتغلوا اللي بيعرقوا اللي بيكافوا عشان يعيشوا ان هم عايزين يناموا عايزين يقروا عايزين يذكروا اعتقد افساد حياتنا دي لابد ان تتوقف لانه انا بقول تاني انا بقول تاني فيه قيم مصرية بتقول الجيرة اولا لم يراعي مشروع زد والقائمين عليه قيمة الجيرة المصرية نجيب دايما نتكلم ويقولك انا رجل صعيد وبعرف الاصول بقول لنجيب لأ اللي بيحصل في زد عندك لا علاقة له بالاصول ولا القيمة المصرية ولا الجدعان الصعادية اللي انت دون بتكلم عليها لانه انا قاعد في بيتي جارك اول حاجة مش مستريح اصوات رضيئة جدا براحتك تسمعني انت عايزه لكن في نفس التوقيت انا الحياة فسدت علي وعلى جيراني لانه الاصوات والحفلات والاصوات العالية جدا والعربيات اللي بتمشي عكس واعتقد انه مفيش حد عاقل يقبل هذا اتصور انه مخالف ومغاير لمجموعة القيمة المصرية اللي احنا نتكلم عليها وبعدين ما عليش يعني انا بسأل سؤال بسيط هو هو ليه المهندس نجيب سويرس اللي هو رجل اعمال الشهير الملياردير ابن العائلة الثرية ليه ما بيتكلمش بتواضع مع الناس اللي بتشتكي وليه ما بيتكلمش بعقل وحكمة مع الناس اللي بتختلف معه في الرأي كل شوية نجيب يطلع برأي عكس الطيار العام بشكل يؤدي الى انه الناس تستغرب هو ليه بيعمل كده انا من من سنوات طويلة واجد انه نجيب بيقوم بيه اراء ويقول اراء وغيره اقول ده اراء كلنا في حالة في حالة رأي ورأي اخر ما فيش مشكلة لكن دايما السؤال اللي انا بطرحه على نفسه بفكر فيه ليه دايما واخد اتجاه عكس الاصول لانه عكس الاصول الاصول اللي بقول عليه حقي ان نعيش حقي ان نلاقي مكان كويس حقي ان انا امشي في شارع كذا هو كل ده خربوا علينا خرب علينا حياتنا خرب علينا حياتنا يعني افسد عشتنا انا بقول تاني انا شخصيا كمواطن مصري بدفع درايبي كاملة بشوف شغلي بشكل واضح مفيش على رأسي بطحة من اي حد ومع اي حد مفيش حد بيديني حاجة واتحدى الجميع كلمة واضح انا فلاني الفلاني اللي قدام حضرتكم اللي بتاسقوا فيها بقول انه لاني مواطن طبقا للقانون والدستور صالح مواطن طبيعي مفيش فوق راسي ديش لا اقبل باي حال من الاحوال ان يكون هناك فرض مهما كان ان يبقى فيه فوق راسي ديش او يظن ان فوق راسي ديش لاني انا متأكد واسب تماما ان مصر تلاتين ستة مفيش مخلوق فوق راسي ديش فيها على الاطلاق لذلك انا بقول لنجيب بقول لنجيب باختصار شديد اما ان تكون على مقدار ما تقول من الاصول ولد الاصول والجدعانة والقيم المصرية وتوقف هذه المهزلة في مشروع زد في الشيخ زايد وتوقف هذه المهزلة التي تهدد حياة الناس من جراء الفوضى في نقل مواد البناء والعمليات الشغل بتاع المقاولات اللي شغال وتوقف الفوضى العارمة اللا اخلاقية لهذه الحفلات الصاخبة الصارخة والالعاب النارية المزعجة للناس انا بقول اتصور اهو اسمعوا يا جماعة اسمعوا تخيل وانت نايم بالليل في يعني السلوس الاخير من الليل انت عمل تقوم تقوم تجري انت كل يوم هذا الكلام تقوم تجري تقول في انفجار في مصيبة في كارثة يعني كل يوم انت قايم على هذا الحال ده ما بقتش عيش عام فالحقيقة انا شخصيا هاتوجه ببلاغ اقدم بلاغ بشكل واضح تماما فيه نجيب سويرس فيما يخص المسألتين مسألة العربات اللي بتشغل عنده بتنقل مواد البناء بيمشوا عكسي بيهدد حياتنا والموضوع الاخر انه الحفلات اليومية اللي بتتعامل في زد او في حديقة زد اعتقد انه لا يرضي احد لا يرضي احد على الاطلاق فانا هتقدم ببلاغات في المهانس نجيب نفسه لانه ما يجري لا يرضي احد وانت بقول تاني بقول اعتقد انه لو مش مدرك انا بقول له لو انت مش مدرك انه اللي بيحصل جوه الحديقة كل يوم بالليل من حفلات بيزعجنا بشكل مميت اعتقد ما ترضاش انت يا نجيب انه والدك او والدتك يبقوا قاعدين في بيت وكل يوم يسمعوا هذا السخب وهذه الدوشة وبيشتكوا ومش عارف اعمل لهم ايه انا كل يوم انا مش عايز اتكلم يعني بشكل مغرق في الشخصية لكن انا كل يوم امي ما بتعرفش اتنى في حالة انزعج ومخضوضين من اللي بيحصل ده عشان ايه انتبوا ليه انتب هو نجيب فقراس وريشة لا نجيب مواطن عادي مصري زي زي وزي اي حد ما فيش فقراس وريش ساري ومالتي ملياردير ده فلوسه هو ليه هو مش بتاعتنا فلوسه هو يعني فلوسه ليه احنا لا نقيم الناس على قدر ثراؤهم او فقرهم يا ربنا يملى لك فلوسك بركة وتبقى اغنى واحد في العالم ولا تفرق معنا لا نفرح ولا نزعل ما فيش مشكلة لكن انا بقول تاني احترم الناس احترم جرانك احترم الناس اللي انت هتعيش معاهم وانا بقول تاني اعتقد انه زايد بازد اعتقد انه بازد بازد شايد ان لم يكن هناك وقفة من الاجهزة المعنية سواء الجهاز مدينة الشيخ زايد والاجهزة الشرطية في الشيخ زايد انا بقول وبقول بشكل واضح اللي بيحصل بيهدد حياتنا انا شخصيا انا شخصيا تعرضت اكثر من مرة انه ماشي سرحان في طريقي طالع من بيتي في طريقي الطريق كله رايح او الطريق كله جاي الاقي اتفاجأ بعربية محملة مواد بناء ماشية بسرعة جنونية لو لا ستربنا ان انتبهت في اخر لحظة ولا يقف ولا يعبرك ولا يهتم لانه شغال عندنا جيد سويس هل هذا يرضي احد انا في تقديري انه انا في دولة محترمة قولا واحدا وفي دولة قانون والقانون على الجميع وانا بقول سالجأ الى اجراءات قانونية واقاضي من يزعج حياتي لانه هل بعد ازعاجي في حياتي وفي نومي وفي شغلي هل هناك ازعاج اخر لن اتنازل عن هذا قولا واحدا وبعد ان تعال بقى هو الاخ نجيب شغال منظر اللي من دول اتكلم على اغاني المهرجانات واتكلم بشكل غير مقبول شكلا ومضمونا ومحتوى وطريقة وذوقا مع الفناني كبير امير الغناء العربي هاني شاكر اقول له انا ما بفرجش عليك وما بسمعكش ومش عارف ايه يا سيدي هو هاني شاكر ناقص مستمع بنائص مستمع يعني ما هو عنده ملايين في العالم العربي بنائص مستمع ما انت نجيب مستمع انت عبارة عن مستمع فرض نفر مواطن بتسمعه ومتسمعوش مش فارغ معاه يعني مش هيعيط يعني هاني شاكر مش هيزعل يعني مش هيقول الحقوني والنبي دي نجيب ما بسمعنيش يعني اعتقد انه الناس لما بتكبر في السن المفروض بيعقله والناس لما بيبقى عندهم ربنا فاتع عليهم المفروض بيبقى عندهم اكتر حكمة لكن نجيب بيتكلم بشكل دائما في نوع من الفوضى في التفكير لا دول اغاني المهرجرات دي اساس وانت ما ده ربنا اللي بيمنع انت ما تمنعش يعني انا يعني استغفر الله العظيم وحشا لله يعني ايه اللي دخل يعني الكلام سين وصدو وخلط ما لا يخرط وربط ما لا يربط وبعدين احنا بنتكلم على شعة الزوق العام توطين الزوق العام تفعيل الزوق العام تعميق فكرة ان احنا نقول للناس ادي ما عنديش مشكلة في اغاني المهرجرات على الاطلاق والريتمة السريع بتاعهم على الاطلاق الكلمات الكلمة بتفرق يا جماعة الكلمات اللي بتتقال فاضحة مثيرة كلمات لا تتناسب مع حد اللي بيدفع عن الاغاني دي لو احنا جبنالكو كلمات الاغاني او بعض الاغاني لبعض الناس والله شيء اتحدى واحد يكون عنده زرة اخلاق يسمع هذا الكلام فليه نجيب بيدافع عن هؤلاء ده سؤال ليه بيدافع عن هؤلاء ياخي ما تسيب النقابة او النقابات المعنية المهنية تقوم بدورها يعني احنا مش عايزين نعمل احنا بنطالب الحرية كلنا بنطالب الحرية والسقف وغيره كلام اللي احنا عارفينه طب ما الحرية ان النقابات تقوم بدورها الحرية انه انا لا اطغى على المجتمع بفرض ناس عليه الدولة مؤسسات الدولة سواء اجهزة معنية او مجالس مختصة او نقابات النقابة بتعمل الحساب اعضاءها وبعدين انا اعتقد المزايدة في الموضوع بقى الفكرة انا برضو مش عايز مين مع هاني يشاكر ومين مع نجيب الموضوع بعيدا عن الاستخطاب الفكرة الاساسية القيم الاساسية بنحترم الرأي والرأي الاخر ويجب ان يسود الرأي والرأي الاخر لكن في نفس التوقيت لا يجب ان افرد وصايا على الجهات والمؤسسات النقابة او كل نقابة هي جهة محترمة وفقا للقانون والدستور لا يجب ان واحد يبدأ يتكلم ويعطل النقابات عن تأدية مهمها مستخدما وسائل وادوات فيها نوع من القهر المجتمعي نتيجة ان واحد غنق واحد فقير انا اعلم بشكل واضح وانا مكنش عايز اخش في هذه المسألة لكن اثرني هذه الخروقات اللي حصلتلي في بيتي حصلتلي انا في بيتي فانا اتصور انه الشخص اللي بيقزيني في بيتي دلوقتي وانا بشتكي منه على الهواء مباشرة بقول انه كمان عايزين عايز يفسد الزوق العام على مستوى البلد لا ده نفس القصة ده الميقزيني في بيتي كجار بيحاول يقزيني في زوق العام وانا بقول تاني انه عايزين نرتقي بالزوق العام انا لست ضد اي مطرب او اي فنان او اي واحد بيعمل محاولة والجمهور يختار لكن الكلمات الكلمات يا جماعة وما يرصخ في ذهن الناس والاسماء الرضيئة اللي بتتقال ده اسماء حركية كلها ده اسماء حركية كلها يا جماعة ايه الاسماء الاسماء انا كسفة اقولها بقول لك كسبرة وصاصة وباصة وحجرة بيحكي لي وليد انا مش قادر والله انا اقسم بالله العظيم اخجل ان انطق هذه الاسماء مش بداعي الفضيلة ولا مسوح الفضيلة لا 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 مواطن عادي مواطن عادي جدا كمان عادي وابن بلد يعمل واحنا عايشين في فلاحين وغيره وبقول انا فاهم هذا كله لكن انه حالا كده انا بس عشان خطر عكس الطيار انا ضد هنشاكل ده قيمة هنشاكل ده قيمة وحد له تاريخ ابدأ هيل اطراب عليه واعد التاريخ عليه مهم غير مقبول غير هاني شاكل ده جزء من قوة مصر النعيمة بحق وبعدين يا جماعة ده نقيب الموسيقيين يا جماعة المهن الموسيقيين نقيب نقيب يعني منتخب مش انا بكلم عن الحرية والديمقراطية ما هو منتخب ومؤسسة من وسائل الدولة فانا اعلن تماما تضامن الكامل وغير المشروط مع هاني شاكل الفنان ونقيب المهن الموسيقية ودوره الوطني لا يزايد الرجل لا يزايد دور الوطني في تعميق وترسيخ وتجزير الزوك العام انا طبعا بتكلم على ما يخصني انا بتكلم على ما يخصني نقابة المهن الموسيقية بتحاول تفرض نوع من الزوك العام النقابة دي مش ملك حد وعلى فكرة نجيب النقابة منفحش حد يشتريها بفلوس يعني النقابة منفحش حد يروح يقدم عرض الشراء يشتريها لانها ملكة عام غير قابل للميكة الخاصة لكن لك ان تفعل ما تشاء كيف ما تشاء وقت ما تشاء بالشكل الذي تراه في مهرجان الجونة السينمائي اعمل اللي انت عايزه هاتهم كلهم واعمل لهم مهرجان الاغنية اللي انت عايزه اصرف عليهم واستثمر فيهم وطلحهم عندك في الجونة وفي قانون بيحكم محدش بيت محدش تكلم معك على مهرجان الازياء اللي كان في الجونة ولا عادي مهرجان له طابع خاص ومهرجان له له اهداف خاصة احنا مش ضد المهرجانات على الاطلاق لكن ضد ان تضغى المهرجانات واصحاب المهرجانات وداعم المهرجانات الخاصة على الشأن العام النقابة شأن عام يا سيد نجيب لا يجوز ولا يجب ان يضغى فكر القطاع الخاص على مؤسسات الدولة فكر القطاع الخاص حر في ما يملك لكنه لا يجب ان يتسلل للسيطرة والتحكم في مؤسسات الدولة خاصة لمؤسسات المنتخبة زي نقابة المهن الموسيقية او اي نقابة اخرى يا جماعة ده شأن عام شأن عام ومحتاج وعي عام ومحتاج فكر عام ومحتاج توافق عام ولم يجي الراجل هاني شاكر اللي علم الاجيال واللي احنا الزوق الرفيع يشنف ازنة بينظف ودنة هاني وامثال هاني شاكر ما ينفعش اهدر قيمة وقول له انا اصلا ما بسمعكش ناقص حبيبي ناقص تماما واحد لكن تعال انا بس يعني انا بقول لنجيب وانا بكامل احترام للجميع لو انقص من قدر الاخرين هذه شكواي قلته على الهواء وفي جهات معنية هلجأ لها وفقا للقانون لاني مواطن مصري بلا شرطة وبلا بطحة قولا واحدا بقول المهانس نجيب وكل نجيب وكل الناس مصر فوق الجميع مصر فوقنا كلنا مصر فوق رصنا كلنا مصر خيرها علينا كلنا مصر هي سبب الخير على الناس كلها مصر هي اللي حامت الناس وغطت الناس وأكلت الناس وشبعت الناس وأعتقد إنه إحنا مديونين وكل الناس مديونة للمصر بدين كبير بقول للمهندس نجيب أنت بتشتكي كتير يعني أنت كتير الشكوى وانت حر اشتكي كما يحلو لك فهذا رأيك وانت راجل مواطن مصري كامل للأهلية لك احترامك والرأيك لكن تقبل أيضا الرأي الآخر المواطن نجيب اللي بيشتكي يا جماعة بيشتكي بشكله وبآخر وانا والبيزنس والقطاع الخاص وغيره نجيب ساورس في 2014 يا مصريين كان استرويته وفقاً لمجلة فوربس المتخصصة 2.8 مليار دولار 2.8 مليار دولار سنة 14 سنة 21 اللي احنا فيها ارتفع سروة نجيب لتلاتة مليار واثنين من عشرة يعني ايه؟ يعني 3200 مليون دولار قدام حضراتكم طيب يعني نجيب خلال السنوات دي حقق سروته زادت 400 مليون دولار لو انت ضربت يا مؤمن 400 مليون دولار في 16 جنيه هيطلع 6.5 مليار 6500 6.5 مليار جنيه يعني حوالي 6500 مليون جنيه دلوقتي يا جماعة قدام حضراتكم هو تبقي فوربس مش كلامي على فكرة ده مش كلامي سروته الوقتي 3 واثنين من عشرة 3 واثنين من عشرة مليار دولار اضربهم في 15 ولا 16 هيطلع قد يابني او 3 في حوالي 3 في 15 حوالي 50 50 مليار جنيه ربنا يزيد ويبارك يا رب الله ربنا يزيد ويبارك ما شاء الله لقوة الا بالله لم نحسد ولا نحسد لان ده رزق ربنا بيجيبه وناس بتشتغل لكن بقول تاني بقول تاني انه الفترة من 14 الواحد وعشرين اللي نجيب بيشتكي منها سروته زادت من 2 و 8 من 10 ل 3 و 2 من 10 قدامك مليار دولار مليار المليار يعني ايه 1000 مليون يعني نجيب زاد زاد سروته بواقع 400 مليون دولار يعني حوالي 6500 مليون جنيه الله يبارك الله يبارك الله يبارك يا جماعة الله يبارك ما عنديش مشكلة طب تعالوا شوفوا ناصف ناصف اخو نجيب 2014 كان سروته 6 و 7 من 10 مليار دولار في 2021 وصلت ل 8 و 3 من 10 مليار دولار يعني في الفترة اللي بيشتكي فيها دي نجيب 1 و 6 من 10 مليار دولار يعني حوالي كم حوالي 25 و 20 مليون جنيه انا بسأل بس يا جماعة انت بتشتكي ليه وبتشتكي من ايه قول رأيك وتقبل رأينا انت بتقول كلام براحتك في اي منصة في اي وسيلة في اي وقت بتجيلك اللي ييجي على مزاجك بتقوله هذا الكلام اللي بيجي على مزاجك فيه ردود عليه بقول تاني انه نجيب خلال السنوات السابع الماضية حقق ارباح وزادت سروته بمليارات قدام حضراتكم وعائلة ساولس كلها اصلا حققت سروتها وفقا لفوربس قدام حضراتكم ده نجيب ده فوربس على فكرة ده مش كلامي خالص العيلة قدام حضراتكم هاي توتل السنوات بتاعتها اربعتاشر وربع بليون مليار دولار اربعتاشر يعني حالي خمستاشر مليار دولار خمستاشر خمستاشر الف مليون دولار يعني يا جماعة اذا كان ناس وهذه سروتهم وهذه تسهيلات الدولة بتدهلهم وانا بقى احكي لكم على مشروع زد بس عندي شوف تسهيلات قد ايه وبعدين نشتيكي واحنا كده طب يعني طب ما خلينا عدلين في الكلام يعني قليل من العدل وكثير من الحكمة الامور تمشي انا في النهاية ليس لي اي رأي يعاكس اراء الاخرين الا ما اعتقد انه صوا ارى انه اراء نجيب في البزنس والقطاع الخاص وغيره خاطئة مئة بالمئة والدليل ارقام فورمس واراء اراء نجيب فيما يخص اغاني المهرجانات خاطئة مئة بالمئة لان الزوق العام لا يمكن شراءه والنقابات العامة لا يمكن شراءها ايضا على مستوى بقى اقل كثيرا مشروع زد في الشيخ زايد انا بتأذى منه شخصيا وبقول تاني مش انا لوحدي انا وعشرات بالمئات بالالاف بيتعرضوا لخطر الموت المحقق نتيجة السير العكسي لسيارات تحمل مواد البناء محتاجة واقفة جادة اتنين عندي مدرسة انفينتي ومخاطر على الولاد واولاء الامور عندي الحفلات المتأخرة الاوقات المتأخرة من الليل بتؤرق حياة الناس وبتفسد حياة الناس كل دي ملاحظات بقولها وانا يعني فتح هذا الملف ما كنت اتعرض له النهاردة من حادث كبير جدا جدا والله كاد ان يودي بحياتي ما انا بقول لكم والله 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 تاني انا العربية اللي شايلة اسمنت او شايلة يعني مادة من مواد البناء ناشي بسرعة جنونية في طريق مش بتاعه واحنا ماشيين فيه لولاست ربنا في اخر لحظة طب مين المسؤول طب مين مين المسؤول ايه الفوضى دي مين اللي بيحمي مين ما فيش حد طب ندخل انا اعتقد انه الدولة بكل مؤسستها لا يرضيها هذا فبالتالي وجود ممثل للدولة سواء شرطي او حاجة من هذا القبيل او الجهاز زايد يقف هذا المكان يشوف هرصد ويمنع كوارث تحصل لانه اي عملية تنقل مواد بناء لها اصول وتوقيتات محددة سير عربيات اللي بتحمل مواد بناء لها مصارات محددة ايضا لكن الفوضى العارمة الطريق الطرق اتكسارت والتلوز هنتحمل 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 مفيش مشكلة لكن هنتحمل يا جماعة اتحمل لما يكون عندي نفق عندي ترامفاء عندي كوبري عندي بناء ما عنديش مشكلة تبا احترمني انا متحملك انا متحملك انت قرفتني في عشتي وانا متحملك عشان البناء يعمل وخلص وشطب وننبسط لكن يا جماعة ما ينفعش على الاطلاق انه الاستقواء بالمال مرفوض وغير مقبول ان شاء الله يكون عندك تريليون ببتاعتك مش بداعتنا ولا هنبصوناك فيها لكن غير مسموح اننا نتخطى القانون غير مسموح ان احنا نستعلي على الناس غير مسموح ان احنا ندلي بدلونا في امور لا نفهم ولا نفقى فيها زي الشأن العام وخلق الذوق العام دي مهمة ثقيلة لا يفهمها الا اصحاب الذوق الرفيئة معي على الهاتف الفنان الكبير امير الغناء العربي ونقيب المهن الموسيقية الفنان الكبير هاني شاكر مساء الخير يا فنان اهلا بحضرتك اهلا بيك يا سيد لك وحدك طيب الاول وحدرتك طيب يا حبيبي ربي نخلي يعني انا قلبي معاك الاول وكل دعم اقدر اقوم به من خلال هذا المنبر المتواضع لترسيخ فكرة الزوق العام المصري امانة والنقابات المهنية الفنية نقابات ملكية عامة هدفها نشر والحفاظ على الزوق العام المصري انا اعتقد انه انت في معركة اه معركة اخلاقية اجاز التعبير فاصلة بينما يجب ان يكون وما هو كائن تعليقك اه استاذ هاني شاكر والله الحقيقة نشأت فعلا النقابة بمجلس ادارتها بينا كلنا بنعتبر نفسنا في في اه مفترق طرق والموضوع زاد عن حده جدا وكان لازم وضع اه ضوابط وقصص عشان نقدر نكمل في المستقبل وللأسف ان في ناس يعني ما فهمتش القرار وافتكرت انه المنع ده منع تعسفي اه ومنع بدون اه سند قانوني ومنع مطلق ومنع مستقصدنهم عشان هم احسن مننا وهم اشهر مننا وهم اغنى مننا الموضوع خاد منحة تاني خالص 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 القانون يعطي النقابة الحق في انها تتعامل مع من هم اعضاها ومن لم اه يحمل ترخيص او او تصريح بالعمل الفني مش من حق انه اشتغل ومن حقنا ان احنا نبلغ كل الجهاز المعنية ان هؤلاء ليسوا اعضاء في النقابة هل ينفع انا يبقى فيه دكتور معهوش شهادة ومعهوش تصريح من نقابة الالطباء يخش يعمل عمليات ده طبعا اكيد اكيد لا واي مهنة في الدنيا وإلا نبقى عايشين في غابة صحيح بعدين انا اقول انا بحب الدكتور ده اه عجبني حابقى جيبه يعمل يعمل لي عملية لا لا الدنيا مش كده خالص تتحول لفوضة تتحول لفوضة فرد سيطرة ومش فرد فلوس الدنيا مش فلوس خالص فاحنا ده اللي حصل والله يا سبرا شهد يعني انا انا معرفش هذا الكشف موجود من اكتر من شهرين وهؤلاء اه فيهم اللي دخل امتحان اخر مرة وصقت وفيهم اللي دخل قبل كده وصقت وفيهم اللي اللي موقوف من النقابة بالسبب افعال اه فتحة يعاقب عليها القانون اه على المسرح اه يعني مش جديد لكن هو قد يكون الاسماء اللي الناس شفتها والعدد الكبير اه هو ده اللي اختلفت النظر للقرار الاخير لكن هم موقوفين وكلهم ملهمش علاقة بالنقابة وبالتالي ليس من حقهم ممارسة الغناء اللي عايز يغني اهلا وسهلا يتقدم ويتفضل يخش لجنة الاستماع والاسد الممتحنين يشوفوا ده يصلح او لا يصلح احنا مش ضد حد وما تنقفش على موهبة حد اللي عنده الموهبة اهلا وسهلا القضية سوزهاني يعني قضية ترخيص اللي عايز يغني يجي يروح اللقابة يتقدم واللي يكتاز يتفضل يغني يعني انت الليستة دي كلها ناس ما عندهمش رخصة بالضبط كده بالضبط كده واحنا لا ضد لا ضد لون معين ولا ضد اسماء معينة ولا ضد طبقة معينة فنية خالص احنا عايزين المسألة تاخد شكل قانوني وده من حق النقابة يا سيد ناشا صحيح ده من حق النقابة الاصيل صحيح ان احنا نخاف على اعضاءنا ونحافظ على قوانيننا وده وده يعني ده القانون اللي اللي مجلس الشعب المحترم اده لنقابات الفنية انك انت حضرتك تنظم العمل النقابي وتشوف مين فيهم اللي يخرج عن العادات والتقاليد والاداب العامة وهو الاخر من حقك انك تعقبه ومن حقك انك توقفه ومن حقك انك تنبهه ولا يجوز لاحد انه هو يفرض سيطرته او سيطه على نقابة منتخبة خالف خالف لنزامة بقولك ده حق اصيل للنقابة يا سيد ناشا صحيح انا معرفش اللي بيدافع ومتخيل انه المنع منع ايه ما هو منع الغير الغير اعضاء في النقابة وما ده لازم امنعه صحيح ده لازم اذا كان مخالف امنعه اذا كان مش عضو مش عارف يعني انا اعتقد اعتقد كمان المهندس نجيب يعني لما علق على هذا الكلام ودخل بشكل كان فيه نوع من الفوقية انا اراها لا علاقة لها بالدوق العام اللي احنا عايزين نفرضه ده رأي حضرتك والله لانه انا انا ارفض ان انا اتكلم عنه وولا عن اللي حصل لانه انا كل المدخلة الحقيقة ما كانتش صحيح يعني يعني بالمستوى اللي انا كنت متوقعه ويجتي رد الناس علي صحيح بجد يجتي رد الناس كلها علي وهذا استفتاء شعبي بالزبط كده بالزبط كده فعلا كان استفتاء شعبي بينه وبين الصحب اللي جاي اللي دخل عمل مدخلة وراه انا بشكرك جدا جدا الفنان الكبير السيد هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية على هذه الكلمات الرقيقة الدقيقة اللي بتعك في زمن جميل وانا مش بعيد في زمننا يعني انا احنا اولاد هذا الزمن برضو والراجل بيقول انا مش ضد اي لون ولا اي رتم ولا اي اسماء انا بقول اللي عايز يغني تبقى للقانون ييجي ياخد ترخيص الترخيص بقى في لجنة استماع وبيجزو لو ما خدش الاجازة ما ينتعش يطلع وبعدين الكلام مش كل الكلام ما عارفين نقوله بعض الكلمات اللي بتسمى كلمات الاغاني حاجات فاضحة وبيعملوا افعال فاضحة واحنا بنقول عايزين نقوم المجتمع وعايزين الزوء اللي عمنا بتفع به وعايزين 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 اجمالا حتى لو اطيل في نقاط اعتقد عندنا انا خليني بس يعني اقول انه المفروض نهدى شوية ولو كل واحد فينا ساب غيره ساب كل واحد اشتغل شغله وانا في شغلي اعتقد الامور هتنضبط بلاش نخش بشغله بعض وبلاش نسخف من بعض وبلاش نسطح التفكير في الشأن العام لانه الحديث عن الشأن العام والكلام المرتبط بالوعي العام والسياسة العامة ومرتبط بها حاجات كتير اتصور محتاج فتنة ومحتاج زكاء ومحتاج اخلاص ايضا اخر حاجة قبل ما اختم عندي بس مقارنة بين 2014 و2021 لصروت الاساس نجيب اهو قدام حضرتكم المهانس نجيب اهو ده فوربس يا جماعة كان 2.8 بليون بقى 3.2 بالدولار طبعا ده مقارنة انا ليه بقول هذا الكلام يا جماعة يعني برضو عشان قطر الامور تبقى واضحة واضحة للجميع يعني ليه بجيب هذا الكلام لانه المهانس نجيب بيشتك كتير انه القطاع الخاص ومشو كتحقه فيه كذا اهو يا جماعة ده قدامكم فانا اعتقد انه ده في وقت كان الدولة فيه يعني ماشيين بالكاد وظروفنا وتحرسار الصرف وكذا وبنبني والبنية التحتية وغيره الدولة شغالة بتجري رهوان حصان بيجري وانا تاكر والله العظيم اكتر من مرة سيد رئيس كلمة القطاع الخاص بمنتهى مجلو بيدعوهم بيلح عليهم يلا يا جماعة عايزين وعايزين وعايزين وهو قدال خاص وهو قدال خاص شغاله هو بيكسب الحمد لله واد الموانس ناصف اهو اهو ستة ستة وسبعة من عشرة في 2014 بقى تمانية وثلاثة من عشرة يعني اعتقد يعني ثلاثة مليار مكسب في سنة مليار دولار يعني في خمستاشر يعني خمسة واربعين مليار جنيه يا جماعة اقسم بالله اقسم بالله اقسم بالله ثلاثا انا اسعد انسان ان في مصريين مئة بالمئة من داخلي اسعد لأي يعني اول ما عرفت نجيب خد صفقة اسمها الاتصالات في افغانستان كانت او في كوريا الشمالية او في اكتر من مكان او في اعتق في اربيل يعني انا وعنده لما اشترى انا اجيب يورو نيوز وعنده السمارة في ابروز انا كمصري بوقع فرحة والجزائر انا كمصري انا كمصري اول ما اقرأ مصري طبعا ده احنا كلنا يا سلام او احنا الحمد لله فيه فيه نفس يعني سليمة في هذا الاطار فاحنا بنفرح لاي حد بنفرح لاي حد يكسب ويشتغل وبدعوا يعني يا ريت نفتح مجالات ونشغل ناس وغيره لكن خلي اراءنا بس تبقى منضبطة شوية ضبط اقاع التصريحات والشكاوة تكون في محلة لو فيه شكاوة في محلة ما احنا مبارح كنا قاعدين في البرنامج المشب بنتكلم على اللقاءات المصرية الافريقية والمهندس الدكتور شريف الجابلي رئيس لجنة شكولة الافريقية تكلم بشكل واضح جدا عن اوجاع بتواجه المستثمر المصري في القرى الافريقية محتاجين كذا ومحتاجين كذا ومحتاجين كذا كلام وجيه لازم تسمعه لازم لانه طالع من القلب والعقل وطريقة لائقة في العرض فبالتالي لابد نسمعه وبالتالي برضو نجيب المفروض نضبط اقاع التصريحات ونكف عن الشكوى في غير موضاحة طبعا لو في موضاحة طبعا لا نحجر على احد ولا نزيد على وطنية احد كلنا سواس ايه كلنا سواس ايه من حقك تقول انت عايزه من حقك تعترض من حقك تعترض من حقك تيه لكن برضو من حقك نرد ونقول وانا كمواطن بسيط من حقك اشتيكي يقول انا مشروع زد بوز وافسد حياتي وبيعرض حياتي للقطر قضي الامر وهقفل هذا الملف لغاية ما نشوف هنعمل ايه مع الجهات المعنية خلينا نطلع فاصل قصير ثم نعود نكمل حلقة الليلة اهلا بحضراتكم من جديد الملف اللي معايا التالي هو ملف مهم جدا جدا وضقيق وحساس بعض التوجهات لبعض الجهات المجهولة بتستهدف الدولة المصري خلينا اقول لها حضراتكم انه وكالة الصحافة الفرنسية دي وكالة فرنسية معروفة نشرت قالت ان في موقع اسمه ديسكلوز هذا الموقع بيتكلم على تعاون مصري فرنسي استخباراتي وبيقولوا ان هذا التعاون في المنطقة الغربية ده كان اصفر عن عمليات خارج اطار موجهة الارهاب ده باختصار يعني وانا بقول كلام بيدور برا هذا الكلام لا يجب ان انا اتجاهله لانه بيتقال دلوقتي فبوكالة الصحافة الفرنسية قالت انه في تعاون مصري فرنسي استخبارات ده ومش سر عادي جدا كل الدول في تعاون في المنطقة الصحة الغربية مفهوم ليه ليه لانه ال الف ومتين كيلو متر الحدود الغربية مع ليبيا ليبيا فيه فراغ ما فيش دول اتنين في الجنوب اتشاد الدنيا هناك انتم عارفين في التمرد واللي بيحصل ومنطقة السحل والصحراء كلها فداعش والقعدة والتنظيمات الارهابية وغيره فمن ثم كل المخاطر اللي ممكن تيجي تمثل ان القوم المصري تعرض حياة المواطنين الخطر تيجي من ناحية الغربية ده كلام انا بس بأكده فلما يكون في تعاون مصري مع اي دولة في العالم اللي ضبطه حدودي واستخدام تقنيات حديثة وغيره ده حاجة شرف لانا اتدعي شرف يعني ما بعضه شرف واجب الدولة بتقوم بالواجب اللي عليها يعني مش هقعد بقى ايه احط جدا وقل ايه اه والله ده اكتشفوا ان انا بتعاون مع تعال مع كل دول العالم احنا لنا تعاون مع كل دول العالم لان احنا دولة كبيرة بتربطنا علاقات مع كل دول العالم لكن الكلام اللي اللي نشرته او نشره موقع ديسكلوز والموقع ده انا عمل ادور عليه ونشوف ايه راح منين وجه مين بيحركوا هنوصلوا ان شاء الله لكن بيقول انه والله اثناء التعاون في مواجهة لبعض الناس الجهاديين وما طلعوش جهاديين طلعو مهربين ومجرمين يعني اول اول غلطة ما فيش حاجة اسمها جهاديين دول اسمهم تكفريين ده رقم واحد رقم اتنين نلعب بالالفاظ ده مجرم بس مش ارهابي لا ارهابي بس مش جهادي لا ده جهادي مش ارهابي ده دولة ده دولة وانا عايز افكر حضراتكم بس قبل ما افكر حضراتكم اقول لكم وزيرة الجيوش الفرنسية قالت ايه ابلغت وزارة الدفاع الفرنسية وكالة فرانس بريس اللي نشرت الموضوع النهاردة قالوا ان مصر شريكا لفرنسا كما هو الحال مع كثير من الدول الاخرى نقيم معها علاقات في مجالات الاستخبارات ومكافحة الارهاب في خدمة الامن الاقليمي وحماية الامن في مصر وفي فرنسا لأسباب وضحة تتعلق بالسلامة والكفاءة وقالوا كمان في بيان وزارة الدفاع لن نعطي مزيدا من التفاصيل بشأن طبيعة اليات التعاون المنفذة في هذه المجال بيان محترم تاني وزارة الدفاع الفرنسية ترد على ما جاء في تقرير نشرته وكالة الصحافة الفرنسية وفرانس بريس وقالوا فيه ان فيه موقع اسمه بيقول ان فيه تعاون بين مصر وفرنسا وبيلمحه ان فيه حاجة غلط فيه الوزارة الدفاع ردت وقالة في تعاون بيننا وبين مصر علشان مكافحة الارهاب علشان الامن الاقليمي علشان ارادوا ان يصطادوا في الماء غير العاكر ده هم قاعدين مكشوفين ومفضوحين اللي بهاي الدين حسن بسرعة بهاي الدين حسن بيتكلم بقولك تقرير ثاني يفضح استباحة قتل المدنيين في مصر الله يخرب بيتك يعني انا مش قادر افهم بيفهم منين هذا الرجل وبعدين قصة مرشد اتكلم برضو قالك فضائح مش عارف ايه وبعدين تاني يعني اجمالا اجمالا ده تقرير تقرير اتنشر في 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 موقع فرانس بريس نقلته ردت عليهم وزارة الدفاع الفرنسية الاخوان خدوا التقرير ولم يأخذوا رد وزارة الدفاع الفرنسية انا بقول تاني انا لين نهاردة كنت في الموضوع علشان فيه حلقة ما في قودة تقرير طلع بيتكلم بيقولك اي حاجة زي ما بيكلمه في سينة وتكلمه في مصر وقولك كذا واختفاء قصر وخط خارج القانون الكلام اللي احنا زينا منه التقرير بتاع 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 التقرير تكلم على شوية حاجات هذه الامور بيكلم فيه لتعاون استخباراتي وغير ومن هذا القبيل ومواجهات امنية وغير الاخوان خدوا التقرير وتتكلموا عليه واهل الشار خدوا التقرير وتتكلموا عليه ومرتزقة حقوق والإنسان خارجوا التقرير وتكلموا عليه لكن لم يجرؤ فيهم واحد إنه هو يكلم يرد على أو يذكر ما جاء على لسان الدفاع الفرنسية أو الدفاع الفرنسية لما بتقول مصر الشريك لفرنسا كما هي الحال مع كثير من الدول الأخرى نقيم مع علاقات في مجال الاستقبارات ومكافية الإرهاب في خدمة الأمن الإقليمي وحماية كل المصالح المشتركة من مصر وفرنسا ما حدش تكلم على الكلام وكمان ده بقى شقة آخر بقى بفكركم وبفكرهم وبفكر نفسي وقول لكم اوعوا تنسوا لعمليات الإرهابية اللي كانت بتستهدف مصر من المنطقة الغربية اوعوا تنسوا أبدا يوم 19 يوليو 2014 كمين الفرفرة 19 يوليو 2014 اللي حصل في كمين الفرفرة اوعوا تنسوا اللي حصل فيه الظاهر الصحراء ولمحافظة أسيوت اوعوا تنسوا الزباط والجنود اللي راحوا شهداء وارتقوا شهداء اوعوا تنسوا حدث المينيا اوعوا تنسوا كمان كمين النقب في الوادي الجديد اوعوا تنسوا حدث الوحات اوعوا تنسوا كمان الكنيسة كنيسة الانبى صموئيل اللي تم قتل فيها كم كم اخ من الاخوة المسيحيين اوعوا تنسوا كم العمليات الارهابية اللي كانت تستهدف مصر من ناحية الغربية جاي اللي جاي من الفرفرة واللي جاي من سيوا واللي جاي من الصحراء اسيوت واللي جاي من الصحراء المينيا واللي جاي من هنا واللي جاي من هنا كلهم جاي من اين جاي من منطقة الصحراء الكبرى واللي جاي من ليبيا قدام حضراتكم حوادث ده حدث المينيا حدث الكنيسة في المينيا اوعوا تنسوا ازا كنا الحمد لله ربنا كرمنا بالهدوء وربنا كرمنا بالامن والامان اوعوا تنسوا ما مضى ما مضى لابد ان هو يستمر مفتوح نقراه نتعلم منه ونرد به هذه الحقائق وهذه الحوادث والحادثات على هؤلاء المرتزقة ايه وتنسوا ايه وتنسوا يا جماعة عشان ما هو جاي منين وجبنا منين كان بيعمل ايه من الوحات للفرفرة اهو اهو الصحراء الغربية مصرح ده في الفين وكام يا جماعة هذا كلام ده الفين وسبعتاشر تمانية وعشر اكتوبر الصحراء الغربية مصرح جديد للارهاب في مصر ظهر دورها قبل سنة سنوات اشهدت تمام عمليات كبرى اوقعت عشرات القتلى ده الشرق الاوسط هاتلي يا ابني عشان نفكر الناس ده البي بي سي ماقتل وعشرين جند مصري في هجوم ارهابي في الصحراء مصر الغربية بفكركم بأيام سودة عشناها ايام كالحة ايام حالكة شفناها البي بي سي مصر جماعة مسلحة غير معروفة تقلم مسئولتها عن هجوم الوحات اللي كلكم فاكرينه اللي المرتزقة والاهل الشر عملوا فيه تعالوا شوفوا كمان في نفس التوقيت الصحراء الغربية وعشرين ضحية الارهاب في ثلاث سنوات كل دي اخبار بتكلم على ما تتعرض وما تعرضت له مصر خلال السنوات الماضية في منطقة الحدود الغربية فكان هياجب على الدولة المصرية ان هي تشتغل في كل المجالات سواء مجال استخباراتي او مجال عسكري او مجال امني او مجال شرطي انا بقول تاني انه مش هننسى ومحدش هيدينا دروس ومحدش هيعلمنا نعمل ايه ومحدش هيتدخل في امر من امور السيادة المصرية ولا نقبل هؤلاء المرتزقة هؤلاء الذين طردوا من اوروبا هؤلاء الذين لم يجدوا مأوى الان هؤلاء الذين اغلقت في وجوههم كل الابواب واغلقت في وجوههم حتى ابواب ربنا سبحانه وتعالى من غيهم وظلمهم وكفرهم بيحولوا كل حاجة الى محاولة تشكيك الناس في ثوابت وطنية اهلت الطراب على ما يتم انجازه في الدولة المصرية اهو قدام حضراتكم دي دي عملية كل دي عملية ايه دي دي ايه دي ايه ابيتكلم اهو قالك دي جابها جديدة للارهاب في الصحراء الغربية هو ده ده كلها تقارير انتو بتنسوا ليه انتو ليه بتنسوا انا ش بقولة للمشاهد ولا المشاهدة اللي قدامن والمحترمين بقول لها اولاء اللي بيرضده اي كلام كالباب بغوات تكلم بخبغان بيتكلم بيقى اي كلام بيجيبي يقولوا اه شفت يتكلم بقتلا واحد بقى يجي لك كده يقولك خبيس واحد خبيس حقير يجي يقولك شفت التقارير اللي جاي في فرانس برس ماله يا عم تذي يقولك اه يا عم انتو بش يتكلمه عليه اه متقدرش كلمه عليه ده عسلو بتكلم هو ان فيه التعاون بين المخابرات الفرنسية والمصرية في الصحر الغربية وكمان فيه تقرير بيقوله الديسكروز بيقول انه فيه قتل وفيه عمليات لضحايا تمه وهم مجرمين مش ارهابيين وانت بتكلمك نعم لا والله بجد يعني احنا هنتخاف هنتكسف هقولك لا والله ما حصلش لا ازاي وما حدش يقول عندنا تعاون استخباراتي وتعاون عسكري وتعاون امني تعاون معلوماتي مع كل الدول الصديقة وكل الدول اللي بينها وبينها علاقات ليه انا عندي امن قومي انا عندي امن بلد انا عندي امن مئة مليون انا عندي استهداف حقيقي بيحصل انا عندي دول محيطة بنا فيها حالة فوضى انا عندي دول محيطة بنا ما فيهاش دول ما فيهاش حكومات ما فيهاش جيوش انا الجيش الوحيد والدولة الوحيدة اللي واقف على قدمين في المنطقة انا بقول هذا الكلام اللي عايزين يوقعوا البلد دي بيحاول يدور على اي صغرى يتكلم او اي مكان ينفذ او اي موضوع او اي شائعة لن نقبل هذا وهيهاته هيهاته لما يفعلون خلي افكركم بالحدود حدود قدقى 1200 كيلو حدود هات اللي خارطها ابني اهو الحدود اللي بيني بيني وبيني بيقدق ايه يا جماعة يا جماعة هنا الخط ده اهو من فوق لتحت اهو المنطقة دي دي تشاد ودي جنوب ليبيا ودي السودان منطقة دارفور وغيره المنطقة دي منطقة ملتهبة المنطقة دي كلها منطقة ملتهبة كل عندك ابني خريطة التحركات الهجرة الشرعية يا جماعة الحدود دي قدقى شايفين قدقى ايه فيه جبال وفيه ظروف صعبة جدا 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 لو احنا سيبنا المكان دهو بلا تأمين وبلا عمل استخباراتي وعمل عسكري وعمل امني هتلاقي التحرك وما هو جوم على فين جوم على هنا منين يا جماعة جوم على الوادي الجديد والفرفرة منين يا جماعة جوم على قسيوت وقنا والمينيا منين يا جماعة جوم على الواحات منين كله جاي من المكان دهو فبالتالي الدولة وقفت وفاكرين الشهداء بتوعنا اللي في ليبيا اللي الداعش دبحوهم مش عايزين ننسى يا جماعة مش عايزين ننسى هذا الكلام الوقت بيعدي وبننسى أهم فاكرين الله يرحمهم فاكرين اقواوا تنسوا مشكلتنا ان احنا بننسى مشكلتنا ان احنا بنعيش اللحظة مشكلتنا ان احنا ما عندناش كتالوج نفتكر به عملوا فينا ايه مش عايزين ننسى بقول تاني يا جماعة احنا عندنا فطورة دم لا يمكن ننساها فطورة الدم اولادنا وشهدائنا كل مشروع اتعمل كل منجز تم انجازه كل مكان اتبنى وتعمر كل مكان اتزرع وتخدر لازم وانت بتحسب حزبتك تعرف ان فيه جزء من التكلفة دم مصريين دم مصريين بفطورة لا تقدر بسمن لا تقدر بسمن اوعى تنسى يا مصري اوعى تنسى يا مصرية ان الطريق اللي انت بتمشي عليه المرصوف وانت بتقول الله ينور حلو كلف كام اعرف ان فيه جزء من الفطورة دفعوا الشهداء وانت بتسكن في بيتك في حي جديد ولا في مكان جديد ولا بديل العشوائيات ولا بتعدي نفأ تحت قناة السويس ولا بتشغل في مصنع جديد ولا بتشغل في مزرعة جديدة ولا بتاكل اكل جديد بقول لك اوعى تنسى اللي انت فيه واللي بتشوفه جزء من التكلفة دم شهداء دم ولادنا بقول تاني انه لن نعيد الزمن ولن نسمح باعادة العجلة الى الوراء لانه احنا تخطينا كل هذا لكن ما ننساش اهو ده خريطة تكلم على تحركات الجماعات الارهابية والهجرة تشوف اهو ده يا جماعة دول جايين من نيجيريا وبداخلين على منطقة على مالي وناس طالعين من مالي راحين على المغرب وناس طالعين من ليبيا داخلين على مالي ده منطقة الصحراء الافريقية والساحل هناك واني الصحراء والناس تحركين من الارحين على ليبيا وبتحركوا من ليبيا داخلين على مصر اهو مصر في المنظومة دي خريط بتتكلم على تحركات اهو تحركات هجرة غير شرعية نتيجة نزاعات ومن سما فيه في النصر الارهابيين وما بيجوا ازاي الارهابيين يجي يقولك ان لاجئ فحدود الغربية هنا اهو خط احمر وانتو عارفين لما الرئيس وقف هنا وقال ان حدود مصر خط احمر وسيرة الجفرة خط احمر يعني مش بس بضع على الخط امن القوم مش مرتبط بالحدود القريبة وانما مرتبط ايضا بالحدود البعيدة اللي هو اي مكان بيجي لي منه تهديدات مش انا مش بمنع التهديد مش بمنع الخطر انا بمنع احتمالية الخطر وده استراتيجية مصرية وبنشتغل عليها بانا سبع سنين والحمد لله انجزنا وحققنا فيها الكثير خلينا اقول لحضراتكم انه عندنا برضو عندنا مجموعة منظمات هذه المنظمات كان منظمة ابراهيم 46 منظمة عاملين بيان مشترك بيطلبوا في مصر بعدم مضايقة اهو مصر توقفوا عن مضايقة ناشط حقوقي ده منظمة العفو الدولية يا جايبين حسين بهجت متهم في مجموعة قضايا جنائية قالوا دي قضايا رائي و46 منظمة منهم حوالي 20 منظمة تونسية مش عارف ليه يعني انا مرحتكم بس انا بقول انه عندي هجمة على مصر وهجمات على مصر لم تتوقف ادي تقرير حقوقي ومضايين لو عندك يا براهيم الاسماء اه نشاز وغيرو انا يعني ارفت فعلا من هذا الامر بس عموما خلينا اقول لحضراتكم انه الاستهداف مستمرة على قدم الوثاق على الدولة المصرية طبعا يعني بيانات بترسل من هذه الجهات الى الامم المتحدة بتشتكي مصر والمنظمات الحققية المأجوار بتشتكي مصر وكله بشتكي احنا كل ما حد يهجبنا عندنا نعمل حاجة واحدة بأن رد علمي منطقي فيه ناس بعمله ونشتغل كل ما تزنى اشتغل وانت في الاخر جزء من معادلة دولية واقليمية لا يمكن العجلة تدور الوراء احنا خلاص تخطينا مرحلة الخطر والعطب وبنجري قدام واعتقد انه بكرا ان شاء الله مصر بتستقبل وفود افارقة لقامة تجمع قمة تجمع الكمسة دورة الواحد والعشرين بأن من سنة كم يا ابراهيم بأن عشرين سنة تحديدة من عشرين سنة بالضبط من سنة الفين لم تقم هذه الفعالية في مصر ان شاء الله بكرا بإذن الله مصر هتتسلم رأس لكم ميسة وهنطلق استراتيجية قصيرة الاجل وبنتكلم على توطين الاصناعة الرقمنة والبرمجيات والتكنولوجيا والفقر التعليم التبادل التجاري التجارة البينية مجموعة من الملفات المهمة بتتبناها مصر ان شاء الله الرئيس عبدالفتاح السيسي يلقي كلمة ويستقبل الضيوف وهذا سيكون في العاصمة الإدارية الجديدة هتصور انه قرل افريقية بارح كون عاملين المشهد على قرل افريقيا والقلاقة بين مصر الافريقية احنا افارقة مش مع الافارقة القرل افريقية عندهم تقريبا افريقيا على سكانها كام يا ابراهيم مليار واثنين وعشرة تقريبا حوالي سبعتاشر في المية من سكان العالم سكنين على خمس كرة ارضية تقريبا خمس كرة ارضية حوالي تلاتين مليون كيلومتر مربع بينتجوا قد ايه تلاتة واثنين وعشرة تريليون دولار ده ناتج المحل الاجمالي كله اغنى دولة في افريقيا نيجيريا حوالي خمسمائة مليار الناتج المحل الاجمالي جنوب افريقيا وبعدين مصر وبعدين الجزائر يعني اعتقد انه اجمالي الناتج المحل الاجمالي لمصر للدول الافريقية مجتمعة تقريبا قد الناتج المحل الفرنسا بس فيه فرص فيه تحديات وفيه أصوات بنادق وفيه إرهاب وفيه وفيه لكن الفرص ما زالت موجودة ومصر يمكن أن تلعب دور في هذا الإطار خليني أقول لحضراتكم أروح لملف سريع هو ملف الإخوان وما جرى لهم خلال هذه الفترة أعتقد أنه موقف الإخوان في أوروبا الآن موقف صعب لأنه بريطانيا خلت قرار أمس أنه حماس منظمة إرهابية وطالما تم إدراك حماس منظمة إرهابية يبقى يتم إدراك الإخوان منظمة إرهابية لأنه حماس والإخوان كلاهما رافض للآخر ومن ثم سيكون هناك تجميد لأصول وأموال للإخوان في بريطانيا بريطانيا اللي فيها التنظيم الدولي بريطانيا اللي فيها المركز المعلومات العالمي فيها إخوان أونلاين فيها قيادات زي إبراهيم مونير فيها جمعة أمين فبريطانيا موطن للإخوان لما بريطانيا تأخذ هذا القرار وبورس جونسون فاهم قوي وفيه تحذيرات واضحة جداً لأن الإخوان خاطر على الأمن البريطاني فهيمشوا من بريطانيا وفي فرنسا اتخذت نفس الخطوات وبشراسة والنمسا اتخذت قرار بأن الإخوان جماعة إرهابية وقامت بتجميد أصولهم ومصادرة كل أموالهم وممتلكاتهم وبالجيكة قامت على نفس الطريقة حتى تركيا قامت تركيا بطرد مجموعة كبيرة من الإرهابيين الإخوان سواء حزب الإصلاح اليمني ومنهم توكل كرمان طرد توكل كرمان من تركيا لأنها تمارس أعمالات إرهابية أعتقد أنه ده رسالة اللي لدوها جايزة نوبل للسلام دي حاجة حاجة تانية أن الإخوان اللي موجودين في تركيا خلاص بيتطردوا والناس اللي معاهم جنسية تم سحبها أعتقد أنه كل ما يجرى في تركيا وفي بريطانيا وفي فرنسا وفي النمسا وفي بلجيكا جعل أوروبا بالكامل تصبح أرض محرمة على الإخوان ومن ثم هناك موجته من الهجرة جارية الآن الموجة الأولى إلى كندا حيث هناك عدد سكان قليل هناك فرصة للتجنس يأخذوا جنسية والقرب الجرافي من الولايات المتحدة الأمريكية عشان يروحوا إلى عياته هناك اتنين راحوا أندونسيا دولة إسلامية متخيلين أن هي تقدر تستوعبهم فيقال أن جمال حشمت ومجموعة من القناة الإخوانية وصلوا بالفعل إلى كندا أنا بقول لكندا وبقول للسفير الكندي هنا وبقول للسفير المصري في كندا السفير أحمد أبوزيد بقول أنه أحذر من وصول موجات إجراء إخوانية أو إرهابية بيحملوا أفكار شازة بتخالف المجتمع وثقافة المجتمع الكندي هيصلوا إلى هناك تحت مسميات مختلفة براقة حقوق إنسان ومضطهضين وإلى آخره ولن يظهروا حقيقتهم الإرهابية لكن بقول تاني أحذر لأن المجتمع الكندي ربما هو الذي يدفع الثمن لا تستقبلوا الإخوان وإنما سلموا المطلوبين منهم للعدالة في بلادهم زي تركيا ما عملت أو هتعمل أو بتعمل وزي بريطانيا ما عملت أو بتعمل أو هتعمل زي فرنسا والنمسا وبالجيكة ما عملوا بقول تاني إن إحنا فيه إرهاب بيولد إرهاب بيولد إرهاب والمجتمع والناس والأبرياء بيدفعوا الثمن الإسمار بيتعطل الناس بيتعطل في الآخر بقول الناس دي عايزين إيه الناس دي كانوا بيتكلموا بأكذيب عايزين الدين ما طلعش فكرتهم فكر الدين قضيتهم ما طلعش قضيت دين عايزين سياسة طلعت قضيتهم مش سياسة عايزين إيه فساد المجتمعات خلينا أقول لحضراتكم أنا معي مقال نائب عن جماعة الإخوان في 2012 محمد صبر محمد عماد صبر كتب مقال اسمه الإسلاميون والحكم خلاصات ده المقال ده من حوالي شهر والحاجة بس هم قعدوا لتويت لي ففي حاجة وربطوا مع كلام عاصم عبد الماجد وهقول لحضراته الراجل ده بيتكلم بيقول خلاصته يعني وانا بقول هذا الكلام ليماني هم الأمر الراجل ده موجود يا جماعة في دولة أوروبية الراجل ده كتب كلمتين دول بيقول المقاومة المسلحة وما يرتبط بها هي الوسيلة الوحيدة لتحرير من المغتصب وهذا حق تكفوله المواثيق الدولية وواجب تفرضه الشرائع السماوية وواقع تحطمه التجارب التاريخية الحالية بيكلم على ما يسميه بالمقاومة المسلحة معرفش اني قانون دولي واني شرائع سماوية اللي بتقول ان واحد تافه زيه يمسك سلاح او واحد تافه زي جماعته او جماعة تافه زي جماعته تمسك سلاح ده كلامه لكنه جاي في حتة في المقال اللي انا شايفه مهم جدا بيقول فيه فكرة الوصول للحكم والتمكن من السلطة لفرض مشروع إصلاحي معين بحاجة الى إعادة النظر تجنوبا للفراغات الواسعة بين حملة المشروع وبين الشعب يعني وعارف انه فيه هو وفيه مساحة الشعب مش قابله بيقول بل تمكين الشعب من المشروع بتبني منظومات القيم وخرائط السلوك يبقى احنا عايزين نفك الجماعات كلها ما ببقاش فيه جماعات ده اللي بيقول ويبقى بس فيه بعض الرموز بيعرفوا تكلموا بيعرفوا يوجهوا الناس خطب مواعز على غرار الشيكش وغيره يبدأوا يحركوا الناس كمجتمع كأمة ككتلة واحدة بلاش تعملوا جماعات تاني عشان الجماعات بقت مفضوحة مكشوفة بلاش جماعات خليك وسط الشعب ونحرك لامة كلها ده نفس الكلام اللي قالوا مين يا ابراهيم عاصم عبد الماجد ياريت تسمعه لابراهيم الأشكال التنظيمية التي اتخذتها أو اتخذتها أيام كنا نرجو نصرة الدين بالجماعات فشكلنا هذه الجماعات على هيئة معينة هذه الأشكال التنظيمية صارت غير فعالة وغير ملائمة للفكرة الجديدة والمسروعة في أن الأمة هي التي ستتحرك لنصرة الدين فضلا عن الأشكال التنظيمية دي زي بقى سبتها من قبل أنها مصائد مصائد يأخذ يدخل فيها الشباب ويعني يعيشون فيها أياما جميلة ويتحركون وينشطون ثم يكتشفون أن العدو أغلق عليهم والباب وأنه بدأ في البطش به لكن إضافة إلى ذلك هي لا تصلح للمهمة الجديدة لأن جنود المهمة الجديدة ليسهم شباب الجماعات بل هم الأمة كل الأمة أنت مطالب الآن بأشكال تنظيمية جديدة الهيكل التنظيمي بتاعنا بتاع الجماعات أصبح عبءا علينا فقلنا نوسع بأه الهيكل للتنظيم ووسعه 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 وبعدين الشكل القيادي للتحكم في جماعة والقيادة الجماعة وما إلى ذلك أنت لا تحتاج إليه الآن أنت تحتاج إلى شكل قيادي جديد بمهام مختلفة كثيرا عن الشكل القادي القديم هذا الشكل القادي الجديد اللي هو يصلح ليه قادة أمة وتحريك أمة نفس الفكرة أنه خلاص عايزين يفكوا الجماعات وما فيش جماعات تاني ونبدأ نتوجه ليه جسم الأمة بشكل مباشر أنه تنتهى لكن قبل ما أختم عايز أقول كلمة ربما تفتح علي أبو جهنم لكن أما وإنه هذا حق فأنا لا يغرنني طريق الحق لقلة سلكية حتى لو صدرته بمفادي أنا مؤمن إيمان لا يتزعزع ولا يهتز بأنه لا انتماء فوق انتماء الوطن لا انتماء فوق انتماء الوطن لذلك منذ خليل تبعت جمهور الكورة بأثناء عزف السلام الوطني بيهتف باسمنا دي هل يليق بجمهور وطني وبنادي وطني وبجمهور الكورة كله بتكلم على جمهور الكورة كله لكن دي حصلت من جمهور الأهلي انه أثناء عزف السلام الوطني لجمهورية مصر عربية لمصر المفروض أتوقف ومشاعرنا بتتهز واحنا بنقول مصر ومنقول النشيد الوطني لبلادنا اعتقد انه مصر اكبر من كل الاندية اكبر من الاهلي واكبر من الزمالك واكبر من الكورة واكبر من الشباب والرياضة واكبر من مصر اكبر مننا كلنا بالتالي احترام النشيد الوطني لمصر فرض مش سنة فرض فرض علينا بقول تاني لما السلفيين وقفوا في البرلمان ومرضوش يقفوا ساعة السلام الوطني احنا هجمناهم لأنه ولائك وانتمائك لوطنك لا يعلوه اي انتماء لاي جهة او كيان او مؤسسة مهما كان حبك المفروض حبك لبلدك ايه المفروض بقول تاني بقول تاني يا جماعة بشكل واضح وبشكل هادئ وبشكل دقيق لا يجب ان يكون هناك تشويش بالتأكيد غير متعمد خلينا اقول حسن النية لكنه خطأ خطأ بقول تاني ارجو ان لا يتكرر هذا المشهد المعيب المخيف انه اثناء عزف السلام الوطني لمصر حد بيطلع تاني يقول الاهلي او الزمالك او غيره ما ينفعش يا جماعة ما ينفعش الكرة لعبة والاوطان عمرها ما كانت لعبة دمتم في امان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة